بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا المصريين وكأنهم معجونين بمية خير ليه معجونين بمية خير تلاقيهم دايما الخير عندهم جزء من تفكرهم جزء من حياتهم جزء من أحسسهم وتعاملهم مع الناس حتى الواحد لو ما بيعملش الخير يحس بوجعك هو ولو بيعمل الخير الخير البحر يحب الزيادة وتلاقي الخير دايما عنده مرتبط بفكرة البحر طب ليه مرتبط بفكرة البحر عشان الخير دوت والوسع والكبر والحكاة والخير اللي ملوش نهاية ده وهو عارف ان مكان الخير بيجي بركة ومكان الخير بيجي رزق فعشان كده هو الخير مرتبط عنده بالاتساع والوسع وكأن الخير عنده أنه هو يعمل خير ده جزء من رزق ربنا ليه جزء من مفهوم النعمة عنده فهو عايش في نعمة الخير دايما ولذلك تجد من الكلام العبقري عند المصريين العبارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة العبارة اللي بتقول ايه اعمل الخير ورميه في البحر اعمل الخير ورميه في البحر طب ليه نرميه في البحر؟ ده اللي احنا نعرفه لما نشوف كلام الناس في التقرير ده عن اعمل الخير ورميه في البحر بحكم ان انا طالع في وسط رجالة فدايما بعمل الخير ورميه في البحر بعمله ما بستناش حاجة وحشة وما بستناش حتى مقابل ليه احلى مسل لان ده بيحس على عمل الخير في من تعلم ومن لا تعلم وكما يقال اعمل خير في اهله وفي غير اهله فان لم تكن لم يصادف اهله فانت اهله فالواحد يعمل الخير وما لوش دعو بقى للجزاء من الله سبحانه وتعالى طبيعي اي من قدم في اننا المفروض انه يعمله اللي انت بتعمليه النهاردة بتلاقيه بكرة انت بترميش حاجة في البحر انت بتزراعي وبتحصودي ساعت ما بعمل حاجة خير مش ببستنيها نتجتها ان انا مش عايزة رد منها منها يعني انت مسل حقيقي بيتطبق في حياتنا في طول عمرنا يعني المسل ده حقيقي يعني ان انت بتعمل الخير مش منتظر حد يرده لك تاني الكلام اللي انا سمعته في التقرير ده كلام يشرح الصدر ويملى القلب نور وبركة ويتخليك تحاسس ان المصريين عندهم عمق او في التعاون مع الخير بس تعالوا اندقى شوية في كلام المصريين وهما بيقولوا اعمل الخير ورميل بحر لان بعض الناس من سبب عدم فهمها لهذه العبارة قالك ما نغير المثل ده بلاش نرميل في البحر زي ما حصل كده في بعض الناس اللي تكلموا في التقرير ده قالوا ليه نرميل في البحر هنعرف ليه اعمل الخير ورميل بحر دي كلمة من جوامع حكم المصريين اعمل الخير ورميل بحر معناها افعل المعروف وخفيف البحر او اعمل الخير ونساه وما تتعاقدش مع الله انا عملت واحد خير عايز واحد رز لا اعمل الخير والميل بحر يعني اعمل الخير اما اعمل الخير والمعروف وخفيف البحر او اعمل الخير ونساه لما تحطوا في البحر وما تتعاقدش مع الله طب ليه المصرين بيعملوا كده ده من حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومش بس من حبهم لحضرة النبي كمان لتأثرهم بلغة القرآن أصلي المصرين بيحبوا القرآن انتم سمعين المصرين طول النهار بيسمعوا القرآن الكريم بيسمعوا الشيخ مصطفى اسماعيل ويسمعوا الشيخ محمد رفعت ومن زمان مدرسة القراءة دي موجودة في مصر من زمان ويرسوها جيل بعد جيل بعد جيل حتى لدرجة انهم قالوا ان القرآن نزل في الحجاز وقرأ في مصر فان المصرين تشربوا لغة القرآن فبقى عندهم كده زي ما في القرآن في مجاز اوالله لان في ناس بتنكر القرآن في مجاز ودوت من سخافة الفهم زي ما القرآن في مجاز المصرين عندهم تعبيرات مجازية من التعبيرات المجازية اللي عند المصرير ارميه في البحر وعندهم معنى ارميه في البحر يعني يخفيه او انساء طب ليه نخفيه او ليه ننساه هنا عيبانك بقى ان المصريين حاجة غريبة قوي وكأنهم ارتبط بينهم ان البحر وخاصة النهر النيل او البحر البحر ده امانهم فاكرين قصة سيدنا موسى امه عملت ايه لما كانت خايفة عليه رميته في البحر رميته في البحر ليه عشان تضيعه لا عشان تحفظه ولزيك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن ام سيدنا موسى قال ايه قال لها انها اذا خافت عليه فإن لي حاصل ما تخفيش القيه في البحر القيه في اليم فبعد ما تلقيه في اليم ايه لا يحصل الله سبحانه وتعالى سيرده اليه انا رده اليك ووحينا الى ام موسى الله سبحانه وتعالى ايه انا ارضعي فإن خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك فالمصيرين عندهم إن حاجة اللي بتروح البحر ما بتضعش ده احتمال كبير يحافظ عليها وترجع مرة تاني فلما بيقوله اعمل الخير ونميه في البحر بيقوله ما تخافش انت رميته في البحر عشان يخفي عن عينك وعين الناس لكن عند الله لا يضيع ويبقى محفوظ زي ما سيدنا موسى ربنا يحافظه ولو كان في البحر كل ده وده معنى اعمل الخير ونميه في البحر بس المصيرين كمان الكنز ده هم خدوه من حضرة النبي هذا الكنز من الحكمة في التقرير واحد قال كلام زي زي الروعة زي الشهد قال ايه ده كلام من أفضل الأمثلة ومن أجمل الأمثلة ليه لأنه فيه كنز ايه الكنز ده الكنز اللي طبق فيه المصيريين حديثين من أحاديث رسول الله سلام حديث الأولاني حديث عن الصدقة لأن مصيرين من بيقوله الخير بيكلمه عن الصدقة والمعروف الحديث الأولاني بيقول ايه حتى لا تعلم شماله وما أنفقت يمينه فيكون الحديث معناه يخفي الصدقة والمعروف عن عينه ولو هيحطه في غياه بالبحر هيغريبه قوي ده وكأن ده فعلا هو التطبيق العملي لحديث الرسول الله سلام حديث الثاني خير العملي أدوامه وعشان نداوم على عمل والخير لابد أن احنا ننساه وننساه ونخفي عن عيننا حتى وفقها البحر ايه معنى كده ان المصيرين لما كانوا بيقولوا اعمل الخير ونمير بحر اما ارميل بحر عشان لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك او اعمل الخير وارميل بحر عشان تستمر في عمل الخير وما تبقاش منتظر حاجة او اعمل الخير وكمان حاول تعرف ان الخير ده مش هيضيع ابدا عند ربنا لانه محفوظ وقصة سيدنا موسى وقصة ام سيدنا موسى قصة ملهمة في ده المصيرين ببعطلنا رسالة مهمة او في حياتنا محتاجينها دلوقتي ايه الرسالة ايه اللي وراء المثل الرائع ده المثل الرائع وراء ده ان المصيرين كانوا طيبين اوي وحتى التعبيرات الدرجة دلوقتي احنا طيبين اوي اه احنا طيبين اوي بس الطيبة دلوقتي بعافية شوية الطيبة دلوقتي مالها بعافية شوية مع ان الطيبة دي جزء من هوية المصيرين جزء من هويته من انهم ناس طيبين والناس بيحبوا يعيشوا معانا ويقولنا لان احنا ناس طيبين بس دلوقتي بقت العشرة صعبة شوي بقت الجيران مع بعضهم مش طيبين كمان الناس في الشارع ما بقوش طيبين كمان الناس في المعاملات المالية ما بقوش طيبين عارفين دي؟ يمكن لأنهم مش عارفين يعني ايه طيبة يمكن لأنهم مش حاسين الطيبة دي بتعمل لهم ايه في حياتهم مع أن الطيبة دي هي اللي كان بتفتح لنا بيب السعادة احفظوا ده إن الله طيب واللي يقبل وقل الله طيبة واللي هي رقبله ربنا هيفتح عليه جنة نعيم القرب من الله اللي عايز يبقى في نعيم الله في الدنيا قبل الآخرة لازم يبقى طيب طيب الطيبة هي ايه بقى؟ الطيبة اربع حاجات اول حاجة الاحسان للناس بلا مقابل زي ما احنا قلنا ارمي في البحر ها؟ بلا مقابل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين يبقى اول حاجة الاحسان للناس بلا مقابل الرقم 2 المكون التاني من مكونات الطيبة التماس الأعذار للناس رقم 3 الألفة السريعة معهم يقولك ده فلان طيب يا تحس كده أنه أنت تعرفه من زمان ده طيب قوي طيب قوي ليه؟ لأن الألفة السريعة منه يبقى اول حاجة على طول أن أنت الاحسان إلى الناس بلا مقابل تاني حاجة التماس الأعذار تالت حاجة الألفة السريعة رابع حاجة بقى المساعدة للناس بلا من ولا أزا الأربع حاجات ده لو حصلوا هتلاقي الطيبة ارتفعت تاني عندنا واحد يجي يقول لي طب أنا أعمل كل ده يقول له ليه؟ أهو ده تلابين أن منسوب الطيبة وقف أنا أعمل كل ده ليه؟ تعمل الكلام ده على فكر عشان إيه؟ عشانك أنت الطيبين كانوا مرتاحين للبال الطيبين في نعيم ربنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحابي سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة ما قالش سيدخل عليكم رجل سيدخل الجنة هو فعلا هو مبشر بالجنة بس هو دخل الجنة في الدنيا قبل ما يدخلها في الآخرة ليه؟ عشان كان بينام وليس في قلبي شيء يقول لي أحد الطيبين هم أهل نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة اللي عايز يختبر نفسه ده يشوف احنا قديه عايشين في صراع أي دي قديه بنتوجع من قلة الطيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة طيبته بقى أبو الطيب صلى الله عليه وسلم فكان طيب فكان رحمة للعالمين ولزي يقول له الصحابة لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريدوا أن ألقاهم سليم الصدر يا جمال الطيب ويا جمال النبي ويا حلاوة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم طب احنا عايزين نبقى مع حضرة النبي ونبقى طيبين هقول لكم من ثلاث إجراءات نبتديها من دلوقتي تعالوا نتعاهد مع الله ومع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبتدي الثلاث حاجات دي من دلوقتي عشان نبقى طيبين أول حاجة توقف يا سيدة عن إصدار الأحكام عن الناس والله أنت مقاضي ولا أنت مضطر تعمل كده وشاغل بالك بما لا يعنيك وده الأمر ده يسود القلب وإحرقه ويفحمه سيبك من الأحكام عن الناس مش لازم أول ما تشوف واحد ده كويس ده وحش أنت ليه 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 شاغل نفسك بكل ده بالعكس من حسن الإسلام حضرة النبي اللي بيقولك كده حضرة النبي عايزك تبقى طيب من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه الحكم على الناس مش مسؤوليتنا ورح عامل تطبيق من ده سيدنا عمر قال أمرنا أنه عامل الناس على ظاهرهم أما بواطنهم فلله خلاص ما لناش دعوا بالبواطن بتاعت الناس خلاص يبقى أول إجراء توقف عن إصدار الأحكام على الناس تاني إجراء ساعد كل يوم شخص في الخفى بدون معرفة أحد تبعث له كلمة كده تبعث له رسالة تلاقيه عيدر نفسه فتبعث له نصيحة كده من تليفون مجهول أو رسالة هو ما يعرفش يجياله من مين أو أنك إنت تروح تنوصي واحد على واحد تشوفه كده تعبان في الشغل تقوله الله يكريمك بلاء يعمل كده لفلان تحمل كده تساعد الناس بلا علم في الخفاء الحاجة التالتة قول كل يوم كل يوم في الصباح عشان تبقى بتخسر قلبك قول اللهم يا طيب اجعلني من الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين نقول تاني اللهم يا طيب اجعلني من الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين اللهم يا طيب اجعلني من الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين يا رب نسألك ان تزيد الطيابة اللي هي كنزنا في الحياة دي واجعلنا يا ربنا من الطيبين اللي انت تقبلهم في ساحة الطيابة وفي ساحة النعيم نعيم راحة البال والرضا والجمال والسعادة ألقاكم بعد الفاصل مع أسئلتكم وانتظركم بعد الفاصل رجعنا لكم تاني وقبل من نرجع لأسئلتكم كانت في الفاصل بكلم لأستاذ زيزوف بقول لي حكاية ما حتى لا تعلم شماله وما أنفقت يمينه فقولت له انت عارف السر ليه حتى لا تعلم شماله وما أنفقت يمينه عشان الحقيقة يعني احنا مش هنقدر نوصل لحقيقة اللي ربنا هيدهن لما ننفق لأن احنا لما بننفق بتكون العطاء على قدر المعطي القضاء على قدر كرم ربنا وعشان كده لعل دوت هو اللي تتبط مع المصريين بحكاية البحر البحر واسع ولما تنفق يمينك لازم تعرف ان اللي انت هتاخده لا تدركه الأبصار ولا تحيد به ولا تستطيع أن يصل إليه خاطرة ولذلك لابد ان احنا نفهم ده احنا معانا دلوقتي سؤال السيدة أم محمود تتفضل معانا السيدة أم محمود تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم محمود وحضيك طيبة ربنا يخليك يا رب ويزيدك من فضله ويثبتك ويختمع معاكم معانا ببكاته يا رب أنا عزة أشكر الأستاذ المعد والمخرج والأستاذ المحترمة اللي بيترد على التريقون وربنا يخليكم لنا ونفسي البرنامج ده يستمر ويبقى كل يوم وربنا يزيدكم من فضله حاضر يا سيدة ربنا يزيدكم من فضله ومتشكلة جدا ومتشكلين للأستاذ المعد والمخرج وكل اللصاص بتاع هذا البرنامج يا رب إن شاء الله وانا كمان يعني معاك ان انا بشكرهم كمان جزائهم الله خير ان بيتعابوا معايا فالسيدة محمود شكرا لحضرتك على لطفك وعلى الكلام ده وات اللي بيخلينا نحس ان احنا فعلا اللي احنا بنقصده بان احنا نكون مع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيربط من بين قلوبنا يعني دائما انا وبكلمكم انا اعرف ان الله بيني وبينكم فكون كلام السيدة محمود ده اتكلام في الحقيقة بيخلينا نحس ان فعلا ان فيه مدد ربنا يجعل مدد ودايما معانا ويساعدنا على ما نرجوه وما نصبه إليه ان شاء الله احنا بقى عايزين نقول ان احنا متواصلين معاكم احنا عندنا صفحة البرنامج صفحة برنامج ولا تعسره ان احنا دايما بنتواصل معاكم بيها وهي الصفحة بنتلقى فيها اسئلتكم واحنا منتظرين كمان ترشحتكم لحلقات حلقات ولا تعسره في مسألة الجديس ومعانا الاستاذ سيد تفضل عليكم السلام رحمة الله وبركاته تفضل الاستاذ سيد ايه عمي عمي الشيخ وصولوا طيبين وحدك طيب فان عمي الشيخ بالنسبة للأسرة بالنسبة للأسرة تمام بالوقت مثلا لو بولدي انا باعي عائلي بقال له سنة ونص انا مشوفتهوش سنة ونص انا مشوفتهوش تمام يعني يعني معلش عشان بس الناس يبقوا معانا انت حضرتك دلوقتي منفصل عن زوجتك ولا زوجتك معاك لا لا مش منفصل باعها طب هي دلوقتي ما شوفتهوش بقال لك سنة ونص ليه من يومة ولد من يومة ولد وحماتي حماتي دخلتني في مشاكل ودخلاني في كلام يعني انت دلوقتي بعيد عن زوجتك ولا مع زوجتك بعيد عنها هي ببيت ابوها فهي غضبانة واخد الولد معاها بس عشان الناس المستمعين يبقوا معانا الناس مشاهدين يبقوا معانا بس بعد اذن مرد ولد من يومة ولد لكن انتو حتى الان لكن حتى الان انتو متزوجين اهل غير دلوقتي انا متزوجها ده بقاله قد ديه ده بقاله قد ديه هي واخد الولد بقاله قد ديه من يومة ولد هو عنده كم سنة عنده سنة ونص سنة ونص طيب سنة ونص طيب وانت دلوقتي بتسألني من أبو الولد ربنا ما جالش كده يا مولانا ربنا قتل أنساب يعني ربنا جال كده ربنا يرضى بكده بس ربنا كمان خلينا أقول لك حاجة يا سيد سيد ربنا ما يرضىش بكده بس كمان ربنا ما يرضىش بإن إحنا ما نسمعش الطرفين لكن خلينا أقول لك على القضية بتاعت إن أم تحرم ولد من إنه يشوف أبوه هي فكرة هي اللي بتعمله ده قد يطف شوية من انتقامها بس هيولى عنها ربنا عليها آه 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 اللي بتعمله ده ولا عايز بالله تضيع ولدها إحنا الرجاء بعض الستات بيفهموا أحاديث رسول الله غلط يعني الستات يفهموا إن الكلام وجه لرجالة إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فتفتكر إن الرجل هنا بمعنى الزكر لا أنت كمان بتضيعي ابنك ودي من الكبائر فأنت دي من أعظم الإسم فأنت لو أخد ابنك وبعدها عن أبوه فأنت بالضيعيه وهو يتفتكر إنه عشان هو صغير يعني فهو مش أخد باله إنه ليه أب لا لا خالص الأطفال لهم إدراكات فهو مدرك وجهها أبوه ومدرك إن الشخص ده ثم هو موجود هو بيحس بحماة هو بيحس برعايته ولو كانت المرأة تستطيع أن تربي ولد لوحدها كان ربنا خلّى الستات تخلف من غير رجال أو لما تخلف تنفصل عن رجال موجود الأب في حياة الإبن أمر ضروري من أول يوم ولادة بل من كمان وقف الحم فلذلك أنت بتضيعي ابنك لو أنت واخد الولد وبعدها عن أبوه لسبب تافه أو كل الحكاية عبارة عن عناد فأنت اللي هتشربي الكاس المر ده لما ربنا يسألك عن كل لحظة بعدت الولد ده عن ابنك بس أنا كمان نصحت لك إيوة تكون أنت اللي عمل حاجة كمان ممكن تكون تسببت في هذا يا جماعة اتقوا الله في أولادكم معانا السيدة المرحمنة تتفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم تتفضلي يا سيدة المرحيم تحياتي لحضرتك وشة البرنامج والإنسان المحترمة الوستاذ المحترمة اللي بتضع التليفون آه طيب ما شاء الله بحضرتك وانا بشكرا معك بشتش أولين تفضلي السؤال الأولاني يعني إحنا بنعرف أن الإنسان قبل ما يتولد ربنا سبحانه وتعالى بيكون كتب عمره صحيح صحيح طيب أنا بعد كده سمعت حاجات بيقولوا أن الإنسان ممكن بسبب الحسد أن الرجل بيدخله القبر فأنا احترت ما بين الحكاية دي فأيدي عرف تفسير من حضرتك يعني ربنا كتب عمره ما هو دهت تعالي نتأمل الحديث الرسول اللي عليه وسلم السؤال الأولاني حضرتك حاضر نتأمل أول الثاني ولا أسمع الأول ده آه أنت عندك سؤال تاني تبقولي السؤال التاني آه بالنسبة السؤال التاني والله يجي يعني من كلام حضرتك إن الإنسان يجب يكون طيب ويدي ويسامح وكده طيب إحنا فيه ناس طيبين كتيرة بشوفهم بلاقي الطرف الآخر بيتعامل معهم على النوم لما أهجل لما أهجل يعني عبية أو عبية بيرغطوا عليهم بيرغطوا عليهم في كلام وفي المعاملة على أساس أنهم طيبينوا بيسمح طيب وأشكرك عفونا يا فندي بأول حاجة الحديث الأولاني إن أنت بتقولي طيب ما إحنا آه العين أدخلت الإنسان القبر والناس ممكن يحصلهم حاجة كل ده مكتوب يعني لن تموت نفسهم حتى تستوفي أجلها ورزقها فخلاص كل ده مكتوب إحنا متصورين بس إن الكلام اللي مكتوب بس هو إن فلان عيموت في الساعة الفلانية ويأخذ الحاجة فلاني لا ده مكتوب كل شيء كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير فربنا كتب كل شيء كل شيء حتى الأشياء اللي بنبتكرها حتى ده ربنا هو بس هو كل مشكلة للناس مش مستوعبة ده لأنها بتعامل ربنا زي بتعامل مع بعض بتعامل ربنا زي المسؤول بتعامل ربنا زي الأب زي أبونا يعني لا ربنا يعني ربنا ليس كمثله شيء فهو عارف كل ده فحديك بتقولي طب إزاي يعني هو لي أجل ده كله مكتوب وكله معلوم عند الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة مفاجأة وما فيش حد بيقدر يعمل حاجة إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ولزيك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك فكله مكتوب فاطمئنوا أنتم في عين من في عين من كتب على نفسه الرحمة الله لطيف بعبادي ما حد شيء خالص الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظه وارحم الراحمين السؤال التاني بتاع حضرتك بقى وانت بتسألين الطيبين الناس بتبهدلهم بس هم في الحقيقة الناس الطيبين دولا بيتبهدلوا هو الحقيقة اللي بيهدل الشخص اللي هو بيتجرع عليهم ويتكبر عليهم ويتعامل معهم بتعامل سيء ده مشكلته هو مش مشكلة الطيبين الطيبين دولا دولا أكثر أهل الجنة الطيبين أكثر أهل الجنة الذين يألفون ويألفون الموطؤون أكنافة دولا أكثر أهل الجنة وهم لازم يعرفوا أنهم كده إنما تعامل الناس ميهم ده يضر الناس ما يضرونيش إحنا أنا ماسمحش لحد إنه هو يهني لكن في نفس الوقت إذا هو تصور إنه هو بيتحك علي يتصور ده مسألته هو لكن أنا لن أسمح لأحد إنه هو يهني لكن مش أغير طيبتي قال إيه عشان يتعامل مع الناس إنهم يتعاملوش معي على إن أنا أهبر مش عامل كده أبدا أستاذة أمت والله من الجيزة أهلا وعليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسأل عليكم صحيح أهلا وسأل أهلا وسأل أهلا وسأل خير الحمد لله أهلا وسأل جزاق الله كل خير وصراحة أنا قلت عايزة أكلم حديدك من زمان والحمد لله ربنا قرمني وردوا علي يعني وكده أهلا وسأل بحضاتك ربنا يخليك أستاذي حديدك قلت يا شيخ أنا أصدلمت كتير وأنا صغيرة حتى وأنا كبيرة مظلومة حتى في جوازي أصدلمت للأسف تعابت في حياتي تعابت في حياتي جدا فكت عايزة حياتك تدعيلي وأنا منفصلة عن جزي بقالي أكثر من سنتين هنضهيلك كلنا وأنا عدري والناس تأمن علي عشان ربنا سبحانه وتعالى يطيب خاطرك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك وأنت الجميل وأنت الودود وأنت الرحيم وأنت سبحانك خزائنك ملأ سحاء الليل والنهار اللهم إنا نسألك لهذه المشاهدة لأمة الله أن تجعلها يا ربنا ممن أدخلتهم في كنفك وإذا سكبت عليهم من سر أليس الله بكاف عبده فتكفيها كل ما تجد وتكفيها كل ما ما يسيء إلي وتكفيها كل شر وكل وجع وكل ألم وتفتح لها أبواب استجابتك للدعاء فإنها يا مولانا مشتاقة إلى أن تفتح عليها أبواب رحمتك فافتح لها أبواب رحمتك وأدخلنا معها يا ربنا جميعا آمين آمين يا رب العالمين إذن إذن فإحنا عندنا بنتكلم دايما على إن إحنا دايما عايزين نكون مع مسألة إن إحنا دايما نتعامل مع مسألة الظروف الخاصة بإن إحنا نستعين بالله وعشان كده دايما خليك مع الله سبحانه وتعالى ومتخافش من أي ظلم أستاذ سوزان من القاهرة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي في سيدة مسنة عمرها 93 سنة هي صعبة عليها أوي عملية الوضوء فهي تستعمل بمبرس بتراعي إنها تكون الغيار نظيف وتصلي طيب احنا بتجلم عن الوضوء فضل لنا حاجة بس فضل لنا حاجة هي بتتوضى من غيره بتصلي كده بمبرس نظيف وتصلي وبس بتتيمم على المستبع الله يكريمك أيوة أقول لنا كده خلينا أن تبقى زي الفرد دي صلاة يعني هي تتيمم والغيار بيبقى نظيف إنما مسجل بتتشطف بين الغيار والغيار مش بتتشطف ما هي دلوقتي ما والغيار نظيف ده كمان هو تشال مع الحاجات دي هي وتحاول بقدر الإمكان بص يا حاجة إحنا عندنا في حاجة اسمها كده أحجار التيمم إحنا عندنا حاجتين في حاجة اسمها الاستجمار وحاجة اسمها إن إحنا في مسألة الطهارة مش لازم يكون المية ممكن يكون حاجة تقوم مقام المية اللي هي إيه بقى الكلينيكس وده اسم اسم للأوراق التولدت فلو هي مسحت بهذا الكلام كذلك ده يقوم مقام الإيه بيقوم مقام المية فهي إذا حصل ده إذا حصل ده فإذن هي كمان يكون صلاة صحيحة فهي صلاة صحيحة مدام ما فيه شيء فصلاة صحيحة وكمان تيممها صحيح لإن هي ما تقدرش تقوم للوضوء إحنا المقصد الأول من مقاصد الشريعة هو الحفاظ على النفس وهي عملت ما عليها بإن هي تيممت وكمان زالت النجاسة من عندها لما أزالت الإيه البامبرز بكل ما فيه السيدة محمد تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا والدي رجل كبير مسن فكان جاله تاب جاله جلطات كتير وراب عضيها ربنا يحفظه ويبقى عنه الشر ربنا يعافيكو يا رب المهم إنه هو دلوقتي فاقد الزاكرة مش عارف حد مش عارف يتعامل مع حد لا هو مش فاقد الزاكرة هو دلوقتي هو دلوقتي عنده نوع من النوع الزايمة أنا بقربها بس يعني هو دلوقتي مش عارف حد خالص طي مش بيعرف يتعامل مع حد ومش عارف حد المهم هو ما بيقدرش إنه هو النظافة الشخصية والاستحمام أيوة خليكي معي المهم إنه هو حضرتك دلوقتي يعني هو أنا أنا اللي بقوم بكل حاجة له طي نظافة الشخصية استحمام كل حاجة بيقولولي حرام إن أنا إن أنا أنكشف عليه وإنه هو ضح حرام إن أنت تتعاملي معاه فأنا بتعامل بقى مع ربنا اللي يعلم بس إسرتي بس إسرتي بس إسرتي كل الكلام اللي أنت بتقوليه ده ممكن يتعامل بشكل فيه رقي وشكل فيه مفوش كشف العورات ولا مسألة خالص إحنا دلوقتي عندنا الأدوات الموجودة في الحمام تخلينا نحافظ على العورات الناس لما نعمل ستارة ونخسر الكلام ده وما نطلعش على العورات ده ممكن آه ده ممكن لما نلبس أشياء وتخلينا نساعد ده لأن برضو الناس اللي بتتكلم ده هي ما تعرفش الناس لما بتكون في حالات الزهايمر بيحصلها إيه فالناس تترفق بس وتتق الله سبحانه وتعالى إذا كان والدك ما عندهوش حد يعمل كده من إخواتك فأنت هتعمل لك كلام ده وهتعمل لك كلام ده زي ما قلت لحضرتك اللي أنت كل حكيتي عليه ده كله لا يحتاج لك انكشاف عورات هو يحتاج بس لحكمة في أداء الأعمال دي فأعمل الكلام ده وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك وبدل لو ما عندهوش حد يعمل كده معاه غير أنت فإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك ده وإن شاء الله يكون ده في ميزان حسناتك يا بنت مستاذا الحاجة فاطمة تتفضل أيوة اتفضل يا حاجة فاطمة أهل و سهل أيوة السلام عليكم وعليكم السلام أنا يا عم السيخ زعلانا منك قوي ليه بس كده أنا زعلانا منك قوي 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 واخد على خطري طيب مكنتش عايزة تتكلم البردان ده خالص وأطلع على أي حد من الأضرع يحليني المشكلة بتاعتي طيب صلى ما قاب جد والله طيب قوليني حاضر عديلك التلفون بتاعي بس ما تزعليش بس أنا ما يخلصنيش زعلك يا حاجة فاطمة يعني يا عم ما يدولها التلفون أنا الناس كتيرة بتاخد التلفون يعني يا حاجة فاطمة أكيد أكيد المسألة مسألة ما كانش فيها أي حاجة غير أني بس تعطيل الوقت أهل و سهل بحضرتك وما يخلصنا زعلك يا حاجة فاطمة إذن فلابد أن احنا دائما أبدا نقى مع الله سبحانه وتعالى وننشط غضة الطيبة عندنا لأن هي دي الغضة اللي هي أهم من غضة أي إنزيم عندنا لأن هي دي الغضة اللي بتجيكي اللي بيع لنا السعادة في الدنيا والآخرة فاصل وخليكم معنا نكمل معكم أسئلتكم إن شاء الله بعض الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا الأستاذ عبد الرحمن تفضل يا أستاذ عبد الرحمن من أسوان أستاذ عبد الرحمن معنا أستاذ عبد الرحمن طيب طيب احنا معنا أستاذ سامح لغاية ما يرجع لنا أستاذ عبد الرحمن تفضل يا أستاذ سامح السلام عليكم وعليكم أستاذ ورحمة الله وبركاته فاضلتك يا شيخ أنا اسم سامح المصر تمام أنا من اسكندرية ساكن في اسكندرية بنوبة جاء مثلا من الغسيل أو ماشي في الشارع تمام ممكن لدي مسامح نشايل حاجة أو كده أو حد نشايل حاجة نقول له نساعدك يفكر لنا إيه يعني عايز منه حاجة يعني عايز نشير عنه حاجة شايلها تقيلة عايز منه وكذا يحسبها بفهم تاني ليه طب ما ودلنا احنا بتكلم عليه ما ودلنا احنا بتكلم عليه يا سيد سامح أنا نكلم مع حضرتك سا حاجة زي كده طب تعال نحلها مع بعض في الشارع أو جران نساعد بعض أو نخدمه بعض تعال نحلها مع بعض نعم تعال نحلها مع بعض تعال نبتدي الأول بجران بجران يا فندم لو أنا شوف تجارة محتاج حاجة نجل بسرعة ونعمل هالو طي تمام لا ممكن جاري يبصلي بس تانية ممكن برضو في العمارة يعني مثلا طيب خليني أقولك بس أقولك حاجة ما فيه تريك كده فيه حاجة كده اللي هي أقوله والله إنت لو سبتني أقوله لو صبر السائل على المسؤول لك أنا نجاوب لوحده تمام فخليني أقولك يا سيد سامح بص سي المسألة ببصادة يا سيد سامح إن إحنا بنساعد الناس زي ما هم عايزين مش غصبا عنهم أنا عايز يساعد الناس أنا عايز يساعدك غصبا عنك لا فأنا لما أجل روح أساعده لازم هو يكون متقبل مساعدتي افرد هو متبني كلام لحضرة النبي إنه هو أولى بحمل أشياءه خلاص بس يبزي ما هو يبقى أنا بعمل إيه أنا بعرض عليه مساعدة ما رفضش يبقى هو ما رفضنيش هو عنده ستين فلسفة تانية بس مجرد إن أنا أقوله لأنا أساعدك مجرد إن أنا أقول لجاري هو أنا شايفه كده شايل أساعدك وأشيل معاك حاجة وأمدي يدي إنه أساعد تبا فرد هو أشده خلاص أنا طالب الخير عشان أساعده مش طالب الخير عشان أنا يتعرف إن أنا بعمل الخير ولذلك ما يهماكش استمر في عمل الخير واستمر في محاولة مساعدة الناس وإن شاء الله ربنا يكرمك وردرب نفسك ما تزعلش من ده لا هيبقى والله هيجي فيهم يقول لا ده أنا بشوف ناس كتيرة بتساعدني فيه ناس كتيرة بتقوم توقف للراجل الكبير عشان تعادوا مكانة فيه ناس كتيرة جدا 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 تستنى تعدل واحد قبله وما يعملش مشكلة على مشكلات المرور لا 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 كل ده تهيعلق يكتر الطيوبة في حق الناس أستاذ مصطفى السلام عليكم عليك السلام عليكم اتفضل أستاذ مصطفى إزاي سعدتك أفنم إزاي سعدتك أفنم الحمد لله نعم وفضل ربنا يديك الصحة وفضلت الشيخ الله يكرمك المسيط اللهم صلي وسلم وبارك عليه الصلاة وأسكى السلام أنا عنده 74 سنة إيه ده شاب الحمد لله الحمد لله رب العالمين وحمد لله علمات إسلام وكفى بينا سعدتك أنا ربنا رزقني سنة 83 بشقة وهل ممكن أكتبها للتلات بنات اللي هم أولادي ولا يبقى أنا هتعذب في القبر وحرام أعوذ بالله لأن أنا كمان ليا خمسة إخوات سوبيان غيري إنت لو عملت كده لو عملت كده احتمال كبير تكون بتنفس سنة رسول الله أنتظر ورساتك أغنياء خير من أنتظر ومعالى يتكففون الناس اعمل اللي إنت تجد فيه قلبك مع الله ده أموالك وإنت اللي حر فيها التركة دي لما إن شاء الله مع طول العمل مع طول مع حسن مع طول الأجل مع حسن العمل إن شاء الله ده لما تنتقل لكن طول ما أنت عايش ده فلوس فلوسك اتصرب فيها زي ما أنت عايز ده اسمه التصرف في حال الحياة فأنت مع لا عايز تكتب الشقة اكتبها للشقة لبناتك ولا أمك وده زي ما قال في حديث رسول الله معنا الأستاذ محمود تفضل السلام عليكم الله يكرمكم يا سيدي عليكم السلام عليكم تفضل يا سيدي نعمة نعمة الحمد لله الله يكرمكم يا سيدي بالنسبة لحديك يا مولانا يعني أنا بالنسبة لي رجل عندي شباب خمزين سيدي الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله كل النهاردة شباب الحمد لله على الشباب بالنسبة لحديك فضلت لك والدي تفضلت من فترة كبيرة جدا نعم وأنا عندي عرايس كبيرة يعني 18 و15 وعند شاب الغير عشر سنين وكده فطبعا خلاني الله يسمحهم خدوا الورث كله ومدونا وعطونا مبلغ تافي جدا ما يسكرش يعني خدوا الورث ومدلكمش كنت ساعدة كان ساعدة بيت معلش بيت خلاقك كانوا موجودين يعني ولا إيه يا والدتك كده واضح أن والدتك توفت قبل 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 جدتك صح؟ لا يا فندم بعد جدتي بعد جدي طيب أم الدول آه يا عصدك مدو لكمش يعني مدوش مدوش كمان لولدتك مدوش كمان لولدتك يعني لا بعد فضلتك بعد وفات والدتي على طول أنا اتكلمت معهم لأن أنا أكبر أخواتي يعني هم مدوش مراس والدتك كمان لينا لخواتي وليه فأما جيت أتكلم معهم بكل حسنة وكل أدب فقالوا لا أنت هي واضح حقها اللي هي والدتك يعني خدت حقها وهي عايشة آه قلتنا ما حصلش الكلام ده لأن هي ما بتخبش علينا حاجة وما بيش الكلام ده حصل مننا خال فقعدت في نزاع بيني وبين حضرتك يعني أنا توجهت المحامي وكده على الأدب أنه أنا أشوف الوضع هي بالضبط اسألني سؤال بقى أنت بتقول لي أنا توجه للمحامي ده حلال ولا مش حلال لا يا فندم أنا عايزة أعرف أنه هم خدوه من نينة دوت وأنا بالنسبة لي ظروف هي صعبة جدا وأنا يعني فأنت بتسعني دلوقتي أنه هم خدوه من نينة ده من حقهم ولا مش من حقهم بالضبط يا فندم اللي هيقول كده القاضي ليه طيب لأنه أنت بتدعي أنه هم مدوش حق والدتك هم اسمعني طيب يا سيد محمود بش أنا اسمعتك هل في حية تانية هتقولها في المسألة آه يا فندم ايه يقول ياله نفسيتي تعباني نعم نفسيتي ولدي إيدي ودعبان نفسي خلاص أنا أجاوب حضرتك أنا أجاوب حضرتك يا أستاذ محمود بص يا أستاذ محمود أنا عشان أحدد أن والدتك خدت الفلوس أو ما خدتش الفلوس ده مش هقدر أعمله أنا ده القاضي موسلمين هو اللي يعمل كده لأن دي اسمها خصومة في خصومة بينكم أنت بتدعي أنه يوم والدتك ما خدتش الفلوس وهم بيدعوا أن والدتك خدت الفلوس فالمسألة دي ما فيهاش حل غير أن احنا نرتفع إلى القاضي أما مسألة مسألة حلتك النفسية دي فأنا شايف أنها بسبب الأرزاق فأنت تقول كل يوم في الصبح وفي المساء تقرأ آه سورة سورة الشرح وتقرأ سورة العصر آه عشر مرات وعشر مرات وإن شاء الله ربنا يفتح عليك وإن شاء الله يكرمك كرم من كرم الواسع إن شاء الله إذن يا سادة إحنا النهاردة كنا مع الطيبين يا رب يا رب وسع علينا واجعلنا طيبين مشتقين والله الرحة البال عايزين تبقوا عندكم راحة بال ومشتقين تكونوا في نفس ابتسامة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا الناس من غير ما يكون في قلوبكم لا حقد ولا انتقام ولا حسن قابلوا الناس وانتوا طيبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيبين واللي بيبقى مع حضرة النبي بيبقى طيب اللهم إنا نسألك يا طيب أن تكتبنا في الطيبين وأن تطيب خواطرنا في كل وقت وحين ونسألك يا مولانا أن تجمل وتحلي في لسان قلبنا الطيابة حتى نقبل عليك بما تحب نقبل عليك طيبين قد فعلنا الصالحات وقد غرست في قلوبنا الرفق والدين فصرنا معك يا مولانا في كل وقت وحين نرى نورك ونرحم الناس بما تحب على ما تحب يا كريم يا ودود يا لطيف اجعلنا دوما في الطيبين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة